الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فلا زال الكلام في سياق قصة يوسف عليه السلام حيث غير الله أحواله من حال إلى حال وجعل لذلك أسبابًا خفية يسيرة ولعلنا نأخذ نماذج من ذلك بقراءة آيات من هذه السورة العظيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون لما ذكر الله جل وعلا كيد النسوة وأنهن توصلن بكيدهن إلى أن يسجن يوسف عليه السلام وقدر الله جل وعلا أن بعض حاشية ملك ذلك الزمان يدخلون معه في السجن لتهمة وجهت إليهم فقدر الله أن يرى رؤاهما فيفسرها لهم يوسف ويقع كما فسر عليه السلام وطلب من من ظن نجاته أن يذكر قضيته ومظلمته للملك لعله يخرجه مما هو فيه بذلا للسبب لكن الله جل وعلا قدر أن يبقى يوسف في السجن ليكون ذلك ليكون ذلك سببا من أسباب التجائه إلى ربه وتضرعه بين يديه وتفرغه لذلك فلبث في السجن بضع سنين فقدر الله جل وعلا أمرا عظيم الشان مبادئه يسيرة ولكن له نهايات كبيرة ألا وهي تلك الرؤية التي رآها الملك فالملك رأى رؤية عظيمة هذه الرؤية هذه الرؤية كانت سببا من أسباب تغيير أمر هذا الكون وتيسيره قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان كبيرات الحجم خرجنا من هذا النهر ثم جاءت سبع عجاف هزيلات ضعيفات إلا أن هذه البقرات الهزال أكلنا هذه السبع البقرات السمان وكان هذا أمرا مستغربا ثم رأى أن هناك سبع سنابل خضراء موينعة وهناك سبع سنابل يابسة قد التفت اليابسة على الخضراء فكانت هذه الرؤية رؤية عجيبة أهالة الملك وأفزعته وجعلته يسأل عنها لأنه رآها كأنها فلق الصبح وأصبحت تتردد بين عينيه لا يرى إلا هذه الرؤيا جمع من يعرف من ينسب إلى العلم من أهل زمانه سواء من أقباطهم أو من قساوستهم أو من كهنتهم أو من عرافيهم ومنجميهم وبدأ يسأل كل واحد منهم إلا أنه لم يجد جوابا على هذه الرؤيا ولم يجد تعبيرا لها وجه السؤال إليهم على جهة تبيين الأمر وتوضيحه ولذا سماه فتيا فقال يا أيها الملأ يعني أنه خاطب عموم الناس بطلب تفسير رؤيا هذه مما جعل الخبر يشيع في الناس أن الملك رأى هذه الرؤيا من في زمانه من الكهنة والقساوسة والمنجمين والعرافين لم يستطيعوا أن يفسروا هذه الرؤيا وقالوا عنها بأنها مجرد أضغاث أحلام لا حقيقة لها وليست برؤيا صحيحة فكان في هذا مضاد لكلام الملك فإنه قال لهم هي رؤيا أفتوني في رؤياي فقالوا له ليست رؤيا إنما هي أضغاث أحلام ثم قالوا الأحلام التي هي مجرد أضغاث ترد على النفوس لا تفسير لها ولذلك قالوا وما نحن بتأويل الأحلام يعني الأضغاث بعالمين إنما شأننا أن نفسر الرؤاء وفي هذا موقف جهل منهم ومن جهة وفي نفس الوقت موقف اتهام لتلك الرؤيا بأنها ليست إلا مجرد أضغاث أحلام لكن ذلك الملك بحصافته وذهنه لم يلتفت إلى قولهم وعرف أنهم لا يتكلمون عن علم وإنما الذي عندهم جهل فأصبح يبث هذا السؤال في الناس حتى انتشر خبر الرؤيا وأهمة الرؤيا الناس كلهم حينئذ قال ساق الخمر الذي نجا سابقا من التهمة والذي أدخل السجن وسبق أن فسر له يوسف رؤياه السابقة قال الذي نجا منهما يعني الرجل الذي نجا من السجن وخرج من التهمة ونجا من القتل وادكر بعد أمه أي تذكر يوسف بعد بضع سنين حيث كان يوسف أوصاه أن يوصل مظلمته للملك ولكنها لم تصل هذا الرجل قال هناك رجل يعلم تأويل الرؤى وقد علم من تأويل الأحاديث فأرسلني إليه فإنني سيجد عنده التأويل الصحيح لهذه الرؤيا وقال أنا أنبئكم جزم جزما قاطعا بأن التأويل سيكون عند يوسف عليه السلام ولذا قال هذا الرجل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ولاحظوا أنه لم يخاطب الملك بذلك وإنما خاطب بالجمع فقال لقومه ولأهل المجلس ولعموم الناس أنا أنبئكم للجمع بتأويله فأرسلون حينئذ تم إرساله من قبل المجموع إلى يوسف من أجل أن يفسر هذه الرؤيا ولأنه قد أبطى عليه وجلس سنين طويل في السجن حينئذ احتاج أن يمهد لسؤاله ببعض الثناء على يوسف ولذا قال يوسف أيها الصديق خاطبه بإسمه ليكون ذلك معرفا بالعلاقة السابقة بينه وبينه ثم أثنى عليه فقال أيها الصديق يعني الذي لم يعرف عنه إلا الصدق في أقواله فليس من أهل الكذب ولم يعرف عنه إلا الصدق في أفعاله فهو ممن يقدم الخير والإحسان إلى الآخرين توجه له بالسؤال عن تلك الرؤية وقال له أفتنا لأن تعبير الرؤى نوع من أنواع الفتياء ولذا قال له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات فهذه الرؤية العظيمة قد رآها من رآها ولم تنسب هنا إلى الملك من أجل أن يبين أن يوسف عليه السلام عالم بتفسير الرؤية وإن لم يطلع على من رآها في منامه فقال هذا الرجل ليوسف على وجه الترجي له وأطلب الخفيف اللطيف لعلي أرجع إلى الناس لأن الخبر قد شاع في الناس واهتم الناس له ولذا فإن هذا السؤال ليس خاصا بالملك وإنما هو لعموم الناس لعلهم يعلمون ما هو تأويل هذه الرؤية وإلى أي أمر ستصير إليه فإن الملك قد علم أنها رسالة عظيمة له من أجل ترتيب أمور مستقبلية لما سمع يوسف عليه السلام بالرؤية مباشرة قام قام بتعبيرها قبل أن يوجه اللوم للرجل الذي نسيه السنوات الطويلة وقبل أن يتكلم معه ببراءة نفسه وإنما مباشرة قام بالتفسير وبين لهم خطة مستقبلية مبنية على تعبير هذه الرؤية فقال تزرعون سبع سنين والزراعة هي النبات الذي لا شجر فيه وكأنه أمرهم بمضاعفة الجهد في الزراعة في السنوات القادمة ولذا قال تزرعون سبع سنين أي سبع سنوات تمضونها في زراعة كل ما تستطيعون زراعته دأبا أي بعمل متواصل وجهد كثيف لا تقفون فيه فما حصدتم أي ما أخذتم بعد نضجه فذروه في سنبله أي لا تفصلوا حبوب القمح والحبوب التي زرعتموها عن سنابلها وزرعها الذي كانت فيه بل أبقوها في الزرع لألا يسرع إليها الفساد فإنها إذا بقيت الحبوب في سنابلها لم تأت الآفات والحشرات إليها إلا قليلا مما تأكلون أي لا بأس أن تستخدموا شيئا يسيرا منها في أكلكم حتى أن أكلكم قوموا بتنظيمه وترتيبه فلا تأكلون إلا اليسير استعدادا للسنوات العجاف التي تكون بعد ذلك إذ سيأتي سبع سنوات شداد أي أنه لا ينزل فيها مطر ولا ينبت فيها نبات ولن تتمكنوا فيها من أن تقدموا لأنفسكم من زراعتها شيئا وبالتالي تعودون إلى ما حصدتموه في السنوات السبع الأولى فتأكلون منها يأتي من بعد ذلك أي من بعد السنوات السبع التي زرعتم فيها زراعة كثيرة سبع سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن أي جميع ما أخذتموه في السبع الأولى فإنكم تأكلونه في هذه السنوات السبع وأشار إليه أنه سيتمكن في هذه السبع السنوات من بيع محصول الحبوب بالأثمان الكثيرة مما يرد على بيت ماله فيكون من أسباب غناه وغناه دولته لأنه سيبيع هذه الحبوب على الناس بأثمان كثيرة لكونهم في زمان قحط فقال يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون أي ما تجعلونه في حصونه لعدم الحاجة إليه ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أي في السنة الخامسة عشرة ستكون عام خصب وزراعة كثيرة يغاث الناس فيه بأنواع الأمطار بالأمطار المتعددة وبأنواع النبات لدرجة أنهم سيفضل عن مآكلهم من زروعهم ما يتمكنون من عصره فإنه لا يُعصر الشيء إلا عند عدم الحاجة إليه ومع ومع وجود الوفرة سواء في الأعناب أو في الحبوب أو في الزيتون أو في غيرها ستجدون فاضلا لكم ما تتمكنون من عصره من أين أخذ يوسف عليه السلام هذه المعلومات من الرؤيا فإنه قد فسر السبع السمان من البقر بالسبع السنوات الأولى فإن البقر دليل على ما يحتاج إليه الناس في مآكلهم ومشاربهم خصوصا أن أهل ذلك الزمان يعتمدون على الأبقار في حرثهم وفي نقل بعض أدواتهم ولذا كانت علامة على الزرع ثم استدل بالسنابل على هذه السنوات التي يأكل أولها يأكل آخرها أولها واستدل على واستدل بهذه الرؤيا على وجود عام يغاث فيه الناس لأنه لا يمكن أن تنتهي أزمة سبع سنوات عصيبة سنوات جدب وقحط إلا بسنة ينزل فيها أمطار كثيرة فاستدل بأن السنوات السبع سنوات القحط تنتهي على وجود عام بعدها تتعدد فيه الأمطار وتكثر فيكون ذلك سببا من أسباب زوال هذا القحط نقل الرسول تفسير الرؤيا إلى مجلس الملك وحينئذ بدأوا يتحدثون عن يوسف فعرف فعرفهم هذا الرجل بما لدى يوسف من الصدق ومن الإحسان ومن العبادة وما لديه من العلم والمعرفة بتأويل الرؤيا فتاقت نفس الملك إلى مشاهدته فطلب منهم أن يحضروه فقال أتوني به أي أحضروه عندي في مجلسي لأشاهده فأرسل رسولا إلى يوسف إما الرجل السابق وإما غيره والظاهر أنه غيره لأنه هو الذي يتمكن من إظهاره فجاء الرسول المرسل من قبل الملك كان الأول مرسلا من قبل من حول الملك والثاني قد أرسله الملك لحكمة يراها الله تعالى فجاء الرسول إلى يوسف ومن حكمة يوسف وصبره أنه لم يبادر إلى الخروج بل أراد أن تظهر عفته وبراءته مما نسب إليه سابقا وأراد أن يعلم الناس جميعا بقصته وبالتالي يلتفتون إليه ويعرفون قدره وما لديه من العلم وليكون ذلك سببا من أسباب قدرته على نشر مبادئ التوحيد التي كان يدعو إليها كما كان شأن يوسف حينما دعا الفتيان حينما دعا الرجلين الذين دخل معه السجن سابقا فقال يوسف مذكرا بالقصة العجيبة ألا وهي قصة تقطيع الأيدي فإن النسوة قطعنا أيديهن وهذا لا يمكن أن يكون إلا لسبب معقول وبالتالي يثير الاستفهام ويجعل الناس يتساءلون ولم يرد أن يتكلم في زوجة سيده ولم يرد أن يشير إليها وإنما أشار إلى النسوة فقال يوسف للرسول ارجع إلى ربك يعني سيدك الذي رباك والذي هو مولاك فاسأله أي توجه إليه بالسؤال والاستفهام ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن أي ما شأنهن وما السبب الذي دعاهن إلى أن جرحن أيديهن أو قطعن جزءا من أيديهن وحينئذ قال إن ربي بكيدهن عليم إما أنه كان يشير إلى سيده السابق الذي اشتراه فقال إنه كان مطلعا على حقيقة الأمر ويعرف أن ما قاموا به من توجيه الاتهام إنما هو على جهة المكر والكيد وهو يعلم أن ما قالوه ليس بصحيح وحينئذ استدعى الملك هؤلاء النسوة وأجر التحقيق في الموضوع وأعاد السؤال مرة أخرى فسأل لما قطعتن أيدي يكن وما الذي كان وراء هذه القصة فبدأت فبدأت المعلومات تتوافد إليه حتى أنه علم من هؤلاء النسوة أنهن كن يراودن يوسف عن نفسه وأن الإشكال منهن وليس منه فقال الملك لهن ما خطب كن أي ما هو السبب العظيم الذي جعلكن تراودن يوسف عن نفسه أي تحاولن فيه أن يحقق مرادكن بإختيار منه مع أنه كاره لذلك فكنتن تراودنه عن نفسه وتردن منه أن يفعل ما لا يريد أن يفعله باختياره فحينئذ تبدت فصول هذه القضية وظاهرت البراءة بأن اعترفنا بأن يوسف بريء مما نسب إليه وبالتالي قلنا حاش لله حاش لله أي أنهن تبرأن من أن يكن قد علمنا سوءا أو خبرا سيئا عن يوسف فقلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء أي ما علمنا عنه إلا البراءة وإلا النزاهة وإلا حسن الخلق والتصر ولم يكن منه تجاهنا أي فعل مشين وإنما كان الأمر منا فنحن الذين قمنا بمحاولة رده عن رغبته في الاستمرار في العفافة حينئذ لم يكن من امرأة العزيز إلا أن تعترف وتقر فإنها سبق أن قالت للنسوة السابقات بأنه مبري وبأنه استعصم ولم يستجب لها وبالتالي كان من شأنها هنا أن تعترف بالحق الواضح فقالت الآن حص حص الحق أي ظهر ووضح بعد تردد في إيضاحه وقالت أنا راودته عن نفسه أي الإشكال مني وأنا أعترف بما كان مني وأما هو فإنه كان بريئا وكان صادقا في كلمته السابقة حينما قال هي راودتني عن نفسي ولذا قالت وإنه لمن الصادقين وهنا اعترفت لسيدها بأنها قد راودت ولكنها بريئة من أن يكون قد حصل منها شيء في خيانة فراش زوجها وإفساده وقالت ذلك ليعلم زوجها العزيز بأنها لم تخنه في فراش ولم تدخل عليه في فراش من لا يحل ولكنها اعترفت بأنها بأنها أرادت الخيامة بدون أن تفعلها وبأنها قد أجرت أنواع الكيد والمكر لكن هذا الكيد لم يجعل الله له نجاحا ولذا قالت وأن الله لا يهدي أي لا ينجح ولا يثمر كيد الخائنين أي تدابيرهم الخفية وخططهم السرية حينئذ قالت امرأة العزيز بأنها لا تبرئ نفسها لكن في نفسها مجرد الرغبة والمراودة ولذا قالت إن النفس لأمارة بالسوء أي تأمرها بتحقيق شهوتها ولو كان في ذلك مخالفة ومعصية إلا ما رحم ربي أي إلا النفوس التي عصمها الله جل وعلا أو أن المراد بأن النفس إذا كان عندها وساوس فعصمها الله برحمته فإنها حينئذ تكون لها البراءة وقد كان للعلماء موقفان من مثل هذه الآية بالنسبة للنفوس فمنهم من قال الأمر بالسوء واللوم والاطمئنان صفات للنفوس بحيث قد تكون النفس مرة مطمئنة ومرة اللوامة ومرة أمارة بالسوء وآخرون قالوا بأن النفوس تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم أمار بالسوء وقسم لوام وقسم مطمئن وعلى كل فالعبد المؤمن يسعى لأن تكون نفسه مطمئنة لأمر الله جل وعلا حينئذ طلبت المغفرة ورغبت في أن يعفى عنها ما مضى من حالها فقالت إن ربي غفور الرحيم أن يتجاوز عما كنت قد هممت به لم يذكر ما هي عاقبة هؤلاء النسوة هل عاقبوهن هل سجن هل عفية عنهن لأن الأمر لا يهم لأن الأمر لا يهم المهم على ماذا كانت على ماذا كانت أحوال يوسف عليه السلام لما ظهرت براءة يوسف وانتشر العلم بما عنده من العفة والنزاهة وعلم الناس ما لديه من العلم وما لديه من المعرفة بتأويل الأحاديث وتداول سيرته السابقة عندما كان عند سيده يدبر أمر بيته ويحسن التصرف في أمر ذلك البيت وما كان لديه من توجيهات تدل على عقل وحكمة وتداول كيف أنه قد صبر في السجن حيث لم يبادر إلى الخروج بمجرد ما أتاه الرسول وإنما أراد أن يظهر براءته قال الملك حينئذ أحضروه عندي وأتوني به من أجل أن أجعله خالصا لنفسي أستفيد منه في أموري وفي تدبير أمر دولتي ولذا قال أستخلصه لنفسي أن يكون لي وحدي حينئذ جاء جاء يوسف عليه السلام وبدأ يكلمه الملك وشاهد من نفسه ومن كلامه ما يدل على العقل الرزين ويدل على القدرة في التحدث وما يدل على الصفات العظيمة والنجابة الكبيرة عند يوسف فاكتشف رجلا لا كالرجال حينئذ قال مكنه الملك من ما لديه من الملك فقال الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين أي تتمكن من التصرف والأمر والنهي وكذلك أنت أمين لدينا نصدقك في كلامك ونأمن لتصرفاتك ونعلم أنك عندك من القدرة ذكاء وعلما وتصرفا ما يكون جالبا للخير للناس حينئذ طلب يوسف أن يجعل على الخزائن التي تحفظ فيها الأموال والثمار والزروع لا لنفسه وإنما أراد إصلاح أحوال للناس فقال يوسف للملك اجعلني أي وظفني على خزائن الأرض أي على المستودعات التي تحفظ فيها الأموال من الزروع والثمار فإنك حينئذ ستعلم بأني حفيظ عليمة أي عندي قدرة على حفظ الأموال وعدم تبذيرها وصرفها فيما لا يناسب لها وأنا كذلك عليم أي عندي من العلم بتدبير الأمور وتصريفها ما يجعلني أضع الأموال في محالها استجاب الملك لطلبه فجعله وزيرا خاصا وقائما بأمور الخزائن لحفظ الأموال حينئذ لم يكن هذا بمجرد هذه الأسباب وإنما هو بتصريف رب العزة والجلال فالله هو الذي قدر له أن يؤتى به من البادية إلى أن يكون عند الملك أولها وضع في غيابة الجب وثانيها أخذته القافلة وثالثها أصبح مملوكا يباع ويشترى ورابعها كان خادما في بيت سيده الأول وخامسها كان متعرضا لأنواع المكر والكيد من نساء أهل زمانه وأمره الآخر أن يوضع في السجن من أجل أن يحقق الله عز وجل له سبب الانتقال ليكون عزيزا رفيع الشأن بعد أن يعلم ما لديه من قدرة على تأويل الأحاديث وما لديه من صدق وصلاحية حال فالله هو الذي يسر هذه الأسباب وهو الذي جعلها تنتج نتائجها ولذا قال الله مكنا ناسبا الأمر لنفسه فأصبح ليوسف تمكين في الأرض بتدبير الله جل وعلا وحينئذ أصبح يتبوأ منها حيث يشاء أن يسكن ويبقى ويستقر في أي مكان يريد وفي أي محل يقصد ثم قال جل وعلا نصيب برحمتنا من نشاء فالله هو المعطي والله هو الرزاق والله يرفع من يشاء والله جل وعلا يمكن في الأرض لمن يشاء ومن ثم فعل لا عبد أن يعلم أن هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى فيوقن بذلك تمام اليقين ويجزم به ويعلم أن التمكين والنصر من قبله جل وعلا ويعلم أن ما يقدر عليه إنما هو لحكم يراها جل وعلا وقال هنا نصيب برحمتنا من نشاء فعبر بالإصابة بمعنى أن الأمر المقدر قد يكون في اللحظات اليسيرة كالإصابة بالسهم أو بالرماية ولذا قال نصيب برحمتنا من نشاء فالإصابة تكون في اللحظات اليسيرة والثواني القليلة فهكذا إذا أراد الله عز وجل بعبد تغيير حال غيره في اللحظات اليسيرة بتدبير منه جل وعلا ثم قال مبينا أسباب ذلك ولا نضيع أجر المحسنين فمن كان من أهل الإحسان إلى عباد الله فإن الله جل وعلا يسارع له بيء الخيرات ويجعل له العاقبة الحميدة دنيا وآخرة ثم قال تعالى ولا أجر الآخرة يعني إذا شاهدتم هذا النصر الذي يقدره الله جل وعلا لأهل الإحسان فاعلموا بأن ما يجعله الله لهم في الآخرة أعظم ولذا قال ولا أجر الآخرة خير أي أفضل وأحسن فإنه لا يحتاج إلى مقدمات بلاء ولا يأتيه ما يكدره أو ينغص نعمته بل نعيم الآخرة كامل تام لا موت فيه ولا نوم فيه ولا مرض معه ولا حاجة للإنسان يحتاجها إلا وييسرها الله جل وعلا لهم ما يشاءون وأما في الدنيا فإنه لا يوجد أحد من الناس كائنا من كان إلا وعنده مطالب ورغبات لا تتحقق له بخلاف الجنة فكل ما يشاؤه أهلها ييسره الله جل وعلا لهم ثم قال تعالى الآخرة ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا فالإيمان يشمل اعتقادات القلوب ويشمل أيضا أقوال اللسان وأعمال الجوارح فكل ما ازداد الإنسان منها لله جل وعلا زاد إيمانه ثم قال وكانوا يتقون أي يبتعدون عن معاص الله عز وجل خوفا منه وخوفا من عقابه وفي الإيمان استعمل الفعل الماضي لتأكد بقائه وقال آمنوا وفي التقوى استعمل الفعل المضارع فقال وكانوا يتقون لبيان أنهم مستمرون على ذلك مواصلون عليه فهذه الآيات فيها فوائد عديدة فمن فوائد هذه الآيات ذكر شيء من أمور تعبير الرؤية وأن الرؤى قد يترتب عليها أمور عظيمة وقد جاء في الأحاديث أن الرؤية جزء من ست واربعين جزءا من أجزاء النبوة وفي هذه الآيات ذكر بعض قواعد تفسير تعبير الرؤى وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يجعل الأمور العظيمة والحوادث الكبيرة بأسباب يسيرة لم يكن الإنسان يتصورها وفي الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل أي معلومة أو أي خبر لديه ولعليه أن يمحصه وأن يسعى لأن يكون حسن التصرف معه فلا يهمل شيئا من ذلك وانظروا لو أن ملك ذلك الزمان استجاب لقول هؤلاء الندم والجلس بعدم الالتفات إلى هذه الرؤية لحدثت المصيبة العظيمة والجفاف الكبير وبالتالي لكان هناك موت عظيم بسبب هذا التصرف من جلساء ذلك الملك وفي هذه الآيات أن شان تعبير الرؤية عظيم فإن الرؤية جزء من أجزاء النبوة كما تقدم ولذلك على الإنسان أن يتحرز فيه فلا يتكلم فيه بإثبات ولا بنفي إلا بناء على علم صحيح ولذلك سمى الله الحديث فيها وتعبيرها فتوى فلذا قال أفتوني في رؤياي وقال الآخر أفتنا وفي هذه الآيات بيان بيان أن مما يشاهد الإنسان في منامه رؤيا لها تفسير وحقائق ومنها ما يكون من أضغاث الأحلام وفي هذه الآيات عفو الإنسان عن من أهمل في حقه وكما عفى يوسف عليه السلام عن هذا الرجل الذي لم يذكر قصته لأصحاب زمانه وفي هذه القصة أيضا أن الواحد من الناس قد يرسله الجماعة من أجل تحقيق مرادهم وبالتالي يدل هذا على جواز توكيل الجماعة للواحد وفي هذه الآيات أيضا سعي الإنسان إلى ما يحقق المصالح العامة وفي هذه الآيات جواز الزراعة وجواز العمل الدائب في تحصيلها وفيه أيضا خزن أنواع الزروع وحفظها وفي الآيات أن يبقى الحبوب في سنابلها يؤدي إلى حفظها للسنوات الطويلة وعدم قدرة الحشرات والآفات من التأثير عليها وفي هذه الآيات تحصن تحصن الإنسان عند سنوات الجدب والقحط بحيث يقلل من استعمال ما آتاه الله من الخير من المآكل والأموال وفي هذه الآيات أيضا مشروعية أن يدخر الإنسان لمستقبل أيامه مما يخشى معه من حصول حاجة قد لا يجد ما يسدها وبعض أهل العلم استدل بهذه القصة على جواز أن يبقي الإنسان عنده حاجته لمدة سبع سنوات وآخرون قالوا بأن الأفضل في هذا أن يأخذ أن يأخذ تكاليف سنة واحدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخر من يدخر من حاصل ما يزرعه ما يكفيه لسنة وفي هذه الآيات فضل الله على العباد بما ينزله عليهم من الأمطار وأنواع الغيث مما يكون له الأثر في حفظ الماء وبقاءه ونبات النبات والقدرة على الزراعة ورعي الحيوانات وتمكينها من الشرب وفي هذه الآيات جواز أن يستعمل الإنسان بعض الاستعمالات التي فيها رفاهية في نعم الله جل وعلا متى توفرت عنده كما أصبحوا يعصرون من ما آتاهم الله بسبب وجود عامي الغيث وفي هذه الآيات تحل الإنسان بالصبر وعدم استعجاله في الأمور بما يكون سبب خير له وفي هذه الآيات مشروعية أن يسعى الإنسان لإظهار براءته وإبراز ما لديه من الصدق والعفة ونزاهة السمعة وفي هذه الآيات أن الحوادث الغريبة ينبغي أن يفسر أن يتأمل فيها وأن يحسن في تفسيرها فإن تقطيع الأيدي من العلامات الغريبة ولذا كان يحسن بأهل زمانه أن يفكر في ما حدث في ذلك وفي الآيات أيضا مشروعية أن يجرى التحقيق عند وجود الادعاءات والاتهامات والجرائم كما حقق ملك ذلك الزمان مع الأطراف التي في هذه القضية وفي هذه الآيات أن سنة الله إظهار براءة أهل البراءة ولو بعد حين وأن من سنن الله في الكون أن يبطل احتيالات الماكرين وأن لا يجعل لها أثر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وفي هذه الآيات حذر الإنسان مما يقع في نفسه من مخالفة أمر الشرع مما تأمره به النفس والتجاء الإنسان إلى الله جل وعلا أن يحميه من أمر نفسه له بالسوء وفي هذه الآيات مشروعية أن يسعى الإنسان إلى تطهير نفسه من إرادة السوء والرغبة فيها والرغبة فيه بتعويدها على أن تتصرف بناء على مخافة الله ورجائه جل وعلا والسشعار مراقبته وفي هذه الآيات أن الولايات ينبغي توكيلها وإسنادها لمن يكون مجتملاً على صفات الأمانة وصفات العلم وبحيث يكون نزيهاً أمين عالماً بمهام عمله وعالماً بكيفية التصرف الأفضل فيها وفي هذه الآيات جواز أن يطلب الإنسان العمل العام متى ظن أن المصلحة العامة تتحقق بتوليه لتلك الأعمال أما من ظن من نفسه عدم القدرة على الإحسان في هذه الأعمال فإنه يحرم عليه أن يطلبها وينبغي به أن يعتذر منها وفي هذه الآيات أن من وجد من نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ووقل إليه شيء من الأعمال ينبغي به أن يقبلها وأن يحتسب الأجر فيها وأن يكون مراده أن يصلح لا أن يكون مراده مجرد علو نفسه وارتفاعها على الآخرين وفي هذه الآيات جواز ثناء الإنسان على غيره بما فيه من الصفات كما وصف هذا الرجل يوسف بي الصديق وكما قال ذلك الملك ليوسف بأنه أمين ونحو ذلك من الصفات وفي هذه الآيات جواز أن يثني الإنسان على نفسه بما يعلمه منها إذا ترتب على ذلك مصلحة ولذا قال يوسف إني حفيظ عليم وفي هذه الآيات أن ما يحصل للناس من تمكين في الأرض أو رغد في العيش أو علو ومنزلة ومنصب إنما هي هبات من الله جل وعلا يهبها لمن يشاء وبالتالي لا يعجب الإنسان بصفاته ولا يظنن أن ما وصل إليه بجهد بجهد مجرد منه وإنما هي نعم من الله على العبد وليستشعر الإنسان بأن من يماثله في صفاته كثير من الخلق ومع ذلك لم يصل إلى ما وصل إليه وفي هذه الآيات أن ما يوصله الله من الخير والرحمة إلى الناس قد يأتيهم في لحظات قليلة يغير الله بها من حال إلى حال فإنها زمة الأمور بيده وقلوب العباد عنده يتصرف فيها كيف يشاء وقد يقلب الله جل وعلا البغضاء محبة ويقلب الفقر غنى ويقلب الضعة والذلة عزا وشرفا فإنه جل وعلا قادر على ذلك كله وفي هذه الآيات تذكير العباد بأن تكون مقاصدهم أخروية بحيث ينون بكل ما يؤدونه من أعمال نفع أنفسهم في الآخرة فإنها هي الدار الباقية وفي الآيات المقارنة بين نعيم الدنيا القليل والمكدر والمحدود بوقت بنعيم الآخرة الدائم أبدا الذي لا ينقطع والذي لا يوجد عنده شيء من المكدرات ولا يوجد له حد فكل ما يطلبه أهل الجنان يحقق لهم فلهم ما يشاءون وفي هذه الآيات أمر الإنسان بالاستمرار على التقوى في حياته ليحصل بذلك على رفعة الدرجة في الآخرة فهذا هذا شيء من فوائد هذه الآيات بارك الله فيكم وأسعدكم دنيا وآخرة وجعلكم الله ممن رفع شأنهم وأعلى منازلهم دنيا وآخرة كما نسأله جل وعلا أن يكسبكم الصفات الجميلة وأن يجعلكم من أهل الأمانة ومن أهل العلم كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يهيَّى لهذه الأمة أمر رشد فيه خيرها وصلاحها وسعادتها كما نسأله جل وعلا أن يوفِّق أولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم وأن يهيَّى لهم البطانة الصالحة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذا والله أعلم وصلى الله على محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر